كنت أنا بقول لكم إيه في أول الحلقة لما تقعد تسمع بستل اشتراكية فتتخض يعني تتخض من كتر الطعامة الحلاوة الجمال على كل المستويات فتسمع صوت عبد الحليم بكلمات صلاح جهين وألحان الموجي فهنعمل إيه يعني هكرر ده إزاي معرفش مع عنديش التلاتة ومعرفش إذا كان هينفع يتكرروا تاني ولا لأ خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو أستاذ محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ إزاي الحال؟ أهلا بحضرتك منورنا بذنور حضرتك قولوا تمام؟ الحمد لله فتن الحمد لله إحنا قعدنا نتكلم حبتين وإحنا بنتفرج ويمكن حتى كنا بنسكت مسألة بستلة اشتراكية صحيح أنا عندي سؤال ليه عبد الحليم نموذج غير قابل للتكرار إن اتفقت معايا دون انحياز حاضر أقول لحضرتك عبد الحليم الله يرحمه كان رجل دايما بيبحث عن الإجادة ما كانش بيقبل أي حاجة يغنيها ولا أي حاجة يقولها كشعر أو كلام أو يعني حتى ألفاظه في حواراته كانت منتقاء عبد الحليم من أول ما دخل المعهد وابتدأ أول خطواته نحو النجومية كان حطت لنفسه هدف إنه عايز يبسط كل حاجة عايز يبسط اللحن والأداء والكلمة وكله لدرجة إنه مرتين يخش امتحان الإزاع المصرية ويرفضوه يقولوا والله أنت بتغني زي الخواجات لحد ما تغيرت اللجنة بقى وجاء أستاذ عبدالوهاب والسيدة وكلسوم وكدهوت وسموا صوته لقوه حاجة جديدة إحساس وبسيط وكدهوت فهو كان دايما يشبهه حتى أصدقائه وبنقول لك أنت شابه لهم لا يا أستاذ أنا مش شابه حد كان دايما يتخالي مع أصحابه لا مش شابه حد أنا صوت لوحدي أنا مش كده من هو صغير فكان عارفه عايز إيه من هو صغير وفعلا سبحان الله ربنا وفقه لده حتى برغم المعاناة اللي عنها من نيوتن ومرض وحالات اجتماعية وحاجات كتيرة جدا يعني وبقى قدوة لكلهم في مجاله يعني بصراحة هل من الوارد أن أنا أشوف في يوم من الأيام نموذج أد أد من الشابه أد عبدالحليم يعني تلقي الفتيات أنفسهن من البلكونات والشرفات لأجل وفاته أو أنه يبقى فيه عنده هذا الرصيد وهذا الزخم في عمر قد كده الله يرحمه هل من الوارد أننا نشوف حاجة زي كده أنا معتقدش أبدا لأنه شوف حضرتنا نحن داخلين على أربع ربينه وخمسة ولسه داخلين والمعجبين والعشاق من أعمار مختلفة وبيقولوا ده حبيب قلبنا روح الأوبرا لقي ناس بتبوسل تمثله وبتتصور جنبه بيجوا بنات صغيرة كده يحط ورد على سريره من الدول حتى عربية ويجوا يقولوا عايزين نشوفها عبدالحليم ده يتوفى ده عضو عياته فيه علاقة غريبة يعني عبدالحليم الصدق اللي كان بيعمل بيه شغله كده هوت ربنا حباه كده بكاريزم وبحاجات بسر من عنده يعني بيحسوا الأسرة العربية أو المصرية أنه واحد منهم مش مجرد فنان ولا كده هوت بالإضافة إلى إنسانيات ويعني يما تيجي حالك تشوفها عبدالحليم وعبدالحليم على قد ما كان فنان كبير وبيعمل حاجات جميلة جدا وبإحساس وبصدق إنما كان إنسان عظيم جدا والله طيب أنا دايما بيأثور في دماغي سؤال في الكثير من القصص والحكايات حول قصة الحب بما بين عبدالحليم وسعاد حسني أنا بحس إنها أسطورة يعني مش مستوعب إنها حقيقية وبحس إنه قد يكون ده انطباع راح للكثيرين راح للأستاذ المفيد قد يكون انطباع راح للأستاذ صمير صبري قد يكون انطباع يعني هم محقين في روايتهم بس ليه بحس إنها حالة انطباعية لأنه ما أظنش حبوا بعض ولا هم فعلا حبوا بعض هقول لحركة الحقيقة الحقيقة إنه كان فيه فعلا حب بس عبدالحليم كان طالع من جرح كبير جدا يعني حبيبته توفاها الله اللي كان عايز تجوزها ومقدرش تجوزها وتوفاها الله وتوفاها بمرض يعني وكده فكان طالع مجروح جدا ولقى الفنان سعاد حسني يعني هو بيقول كده في مذكراته والصوتية إنه هو شافها إنه ما حدش وقف جنبها فحب إنه هو يبقى يوقف جنبها ووصلها لبر الأمان فعمل كده ولكن أكيد فيه حصل يعني إعجاب وحب ولكن بيقول إنه الجواز ما كانش بس حب هو مش عبارة عن حب وبس جواز في حب وأشياء كتيرة جدا والحاجات دي ما كانتش كانت نقصة حبوهم يعني علشان يتحول لزواج إنما الحب الكبير في حياته طبعا هي السيدة اللي تيتوفيها الله إي أكبر انكسار عنا منه عبدالحلي حاجتين صراحة أول حاجة المرض لإنه بس مقدرش يكسره يعني ده كان انكسار داخلي يعني الحاجة التانية إنه الإشعاعات الكتير اللي هو كانوا بيقولوا إنه بيتمارض لإن الإشعاعات دي فضلت معايا لحد قبل ما توفى بتلاتيان بيقرى في الجرائد إن عبدالحليم بيتمارض علشان قلوب الناس ومش عارف إيه كان يقرى الحاجات دي في لندن وهو خلاص بيتوفي يقول لهم ربنا يكفيهم شر المرض يعني ما بيتعيش على حد ما بيقولش يا رب بيقول يا رب يكفيهم شر المرض وكده كان بسيط جدا وإنسان جدا وكان يقلمه جدا إنه حد يظن فيه ظن السوق بتفتكر إمتى عبدالحليم حس بالزهو بالفخر طبعا طبعا في كل الأغاني الوطنية وإنه عمل أرخ لتاريخ بلده والحقبة اللي عاشها بصوته وإنه كمان فضل يغني من بعد النكسة أحلب بسمها وبطرابها وربنا سبحانه وتعالى ما كسفوش وراله النصر في حياته سنة 73 وسبعين وغنى بقى صباح الخير يا سينة ومركبة عدت ورئيسنا ملاح وكل الأغاني الجميلة دي شمت بعد المغربية آه بعد عبدالنهار عبدالنهار وغنى للنصر بقى وفرح فرح في حياته سبحان الله إيه السر بتاع عبدالحليم اللي جه من الحلوات علشان يبقى عبدالحليم حافظ في يوم من الأيام السر أنا شايف إنه متعلق بعلاقة والده والدته والأسرة كده بربنا سبحانه وتعالى والدته توفت وهي عندها 25 سنة وكان عبدالحليم في حضنها وبتدعيله والده توفى صغير برضو حاجة وتلاتين سنة وكان مزارع بسيط كان بيقدن وبيصلي بالناس في الزاوية في الحلوات كده هو صوته جميل اللي قوموا على قدان الفجرة على صوته وكان فلح بسيط وبالليل كان بيعمل شوية حاجات بلوت كده يبقى عشان أكل عيش فالأسرة البسيطة دي شوف حدرتك يعني عشان مفيش حد يقس أبدا عبدالحليم كان يعني مريض من هو صغير خالص عنده بالهاريسيا وبعدين اللي يتم ست شهور بعد ست يام والدته وبعد حوالي خمس ست شهور والده خلاص ما عادش عنده إلا أخواته يعني وخاله والله يا رحمه وبقى وحالة اجتماعية وسافر عش عمل مدرس خمس في خمس محافظات في مصر وكده وتعين في فرقة الموسيقى الإذاعة وحاجات كتيرة جدا ولكن كان مسابر ربنا ونديله المصابرة والدأب والإرادة والعزيمة وعايز يشوف نفسه حاجة كان يقول لها عمتي يقول لها بكرة علي أنا خليكي عندك طباخ بقى وسواق بقى وحاجة تقول لها عبدالحليم مش عارف يقول لها وشوف يعني هو ويلعب في التراب يلاقي عملات كده من هو صغير كده يلاقي رزقه كده يعني فهو ربنا سبحانه وتعالى أراضي يقول إنه كل شيء بإذنه وبأمره مش عبدالحليم ده اللي كانوا عايزين يردعوه من والدته علشان يتوفى إنه نزير شؤم طيب الضعيف اليتيم المريض اللي عنده حالات اكتماية أخليه عالم من أعلم العالم وحتى وهو مش عايش برضو نمرأة يعني مش نمرش عايزة أقول نمرأة يعني عايش في قلوب كل البيوت المصرية والعربية طيب خليني هستأذن أروح لفاصل نرجع بعد الفاصل هاخد الكلمة اللي ما تقالتش علشان نقولها هل نازال عبدالحليم في قلوب الملايين من مستمعي من كل من يستمع إلى الأغنية العربية نمرأة واحد عشان أستاذ عامد قال مش هقول نمرأة وسكت كده هل نازال نمرأة واحد خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن العندليب الأصمر عبدالحليم حافظ طيب احنا لسه مع بعض مع حضراتكم في برنامجنا التاسعة وضفنا العزيز الأستاذ محمد شبانة ابن شقيق عن دليب مصر الأصمر عبدالحليم حافظ وكنت هسأل سؤال كده في السريع عشان بعد كده نكمل حبتي هل تعتقد أنه عبدالحليم حافظ لازال هو نمرأة واحد في قلوب العرب بصراحة أعتقد ده لأنه أنا ما جيت عملت المعرض حتى في الفجيرة في دولة الأمارات عايز أقول لحرك إنه وإحنا بنقفل الناس مش عايزين نقفل أبداً أبداً يعني وإقبال رهيب ومن جنسيات مختلفة يعني وأعمار مختلفة كمان عارف حرك يعني أما الناس بتخطبني على السوشيال ميديا يعني وكده بلاقي شباب صغير جداً وبتناقش في حاجات يعني بسيطة جداً وعميقة جداً في نفس الوقت فأغاني عبدالحليم في كلماتها في مش عارف إيه وبتاع وبيعودوا كلهم يدعولوا يقولوا إحنا ما بنسمع عبدالحليم بنرو في أجانب كمان يعني في سيدة تونسية كانوا بيجوا في الزكرة وكده ومنجوزة واحد فرنسي والبنات عندها بيتكلموا فرنسية وبس فهمش عربي بتقول لي بيناموا بس على أغاني عبدالحليم والله بيقولوا إحنا بننام على أغاني عبدالحليم ماقدرش لازم كل يوم نسمعها كده وننام ومومتهم بتترجم يعني الكلام بسأل الصوت ده جميل جدا فيه روبرت بلانت ما جيه بيستلم جاهزته في أحسن مطرب إنجليزي طلع ورابس تيشيرت أبيض عليه عبدالحليم وحاول تفتكرني كلماتها الليركس كده مترجمها وبتاع بيقول إنت يعني مين ده قال له ده أعزب صوت سمعته في حياتي يعني عايز أقولك تأثيره غريب عبدالحليم ده الصوت العابر لحواجز اللغة آه آه سبحان الله حاجة كده عنده اللغة العالمية لغة الإحساس يعني طيب عبدالحليم ومكلسوم آه العلاقة بينهم كانت عاملة إزاي؟ والله في الأول خالص ممكن قبل مع عبدالحليم كمان يشتهر كان والدي يحكي لي في دكتور زاكي سويدان كان فوقفقينة يعني في العمرة اللي هي في النيل كده كان كان عمي بيجي بيجي مع الإزاعي الكبير أستاذ فهمي عمر وكان الأعادات بيبقى فيها السيدة مكلسوم وكده وسزح فناوي وحاجة بتاختي بسيط كده كتسمع صوته في أغانيها كانت تقول له الله عليك يا ولا أنت جايب الصوت ده منين كده والله لحد بقى مكلسوم شوية يعني تعرف شد حيله بقى نجمه كده والحكاية فبتال طبعا شوية بقى فيه غير فنية بسيطة يعني فجت حفلة بقى الشهيرة سنة 66 يوم 23 يوليو والمفروض السيدة مكلسوم بتغني الوصلة وبعد كده في استراحة وبعد كده في عبدالحليم بعد كده تختم الحفلة فالسيدة مكلسوم قالت لأ أنا هغني الوصلة اللي بعد الاستراحة كمان وعبدالحليم في الآخر وكان هم حضر أغنية جديدة وكده فالمهم إيه عاد بقى يليو ربع ساعة بس وعنده غنوة جديدة فطلع قال والله أنا مش عارف زى كنت أنا هختم الحفل وراء سيدة الغناء العربي مكلسوم ده يعني شرف ليه ولا مقلب عاملينه فيه كده فطبعا زعلت وكدهوت ولكن في الآخر سيد ريس جمال عبدالناصر الله يرحمه قال نصفه يعني بعد شوية قال له خلاص عبدالحليم انت خليك يوم ستة عشرين يوليو نعمله احتفال مخصوص انت تغني لي في اسكندرية وسيدة مكلسوم خليها في ساتة عشرين يوليو لوحدها في القاهرة يعني ده المقبل بعدها بكم شهر كده خلاص راح بس اديها وكده لانها برضه هي ام الفنانين وما توفت الله يرحمه برضه بيقول يعني اجماعة ما فيش حد يقدر يخلف مكلسوم ولا يجي هوب نحيط اللي بيقول يعني ان انا هبقى اعمل لأ مكلسوم دي حاجة من التاريخ كده عبق جميل جدا من التاريخ لا تعبط عبدالحليم من انطباعي على حسب ما بنقعد نقرأ على حسب ما بنقعد نسمع حد الزكاء عنده خفرة ظل مذهلة وزي ما كنت بقول حداتك في الفاصل قد تصل الى حد المكيدة يعني عشان يشوف رد الفعل هيا بعمل ازاي تعتقد انه في الحفلة دي لما قال شرف ليا ولا مقلب معمول فيا دي كانت فيها زكاوة عبدالحليم على خفة ظله على سنة مكيدة ويشوف اين اللي هيجرى دي الفطرة الفطرة الفلاح اللي على الفطرة خبطة وخلاص وده كمان خلي بالحاجة في الشغل وبقى اصمر بقى عن الحاجات الجميلة دي اما قال له استاذ ابنودي قال له يا راجل انت بتاع جلنة وجاله وبتاع مالكش في الحب والكلام قال له ازاي دي صنع قال له يا عم وريني بس عندك الورقة والقلم ورين فدخل الصفرة كتب عشر دقايق كتب مشيت على الاشواك وجيت لأحبابك لعمر يعني اللي هي أحضان الحبايق يعني فطلع قال له قال له يا عم دي قادي الأغاني بتاعتك قال له لأ يعني وبيهرج قال له لا متهرجش يا عبدالرحمن دي غنوة بجد فعلا وخدها لأمور جاه شوف يعني استفزازه للحواليه كان بيصمر عن فن جيد وكمال عبدالحليم كانوا مثلا بيدولوا اللحن بيبقوا متطمنين عارفين ان هو هيمشي يعمل ايه فيه الكلام عارفين برضو لو فيه كلمة مش عارف هيعمل ايه فيه يعني كانوا التوزيع هتلاقي كل أغاني عبدالحليم متوزعها من الأول للآخر بطريقة جميل لأنه دارس موسيقى اه طبعا يعني بتلاقيها فيها شكل هندسي كده تحسنها حليمية كده وفيها تنوى وكده يعني بسواء كان لازم يروح عمل حاجة يعني الفرق الماسية اه بقالي سنين بغني عليك عليهم اه بغني عليهم اه اه ايوا صحيح وكان دايما يعني يقول له لو انت اتأخرت على الفرقة مثلا عن البروفات مثلا اه لا اخش كلهم بقى وازع لهم ايه الحكاية دي وانت كده عشان ما ايه ما يعني ما يكلوش بلغة الزوق يعني يلف الترويزة ناحيته هو اه ايوا كده اه علاقة عبدالحليم بالزعيم جمال عبدالناصر اه دي علاقة اه ابوية وعلاقة انه عبدالحليم آمن بالحلم العربي في انه يبقى فيه وحدة عربية وانه كان دايما اه في ظهر بلده ووطنه اه ومؤمن بالقضايا اللي بتعيشها بلده يعني عبدالحليم زمان حرطك كان فيه اه لحظات قاسية جدا اه اه زعيم عبدالناصر وكان اقسم من التاريخ كله يعني السكر ازمت في مش عارف ايه الحاجات اليومية دي ولكن كان الغطاء بتاع الاغاني الوطنية بتحفز الناس وتلهب حمسهم وتحسسهم منهم كلهم في المهمة جميلة الوطنهم وبلدهم فطبعا الرئيس كان بيقول انه غنوا من عبدالحليم بشغل وزارة ثلاث سنين كان بيقول الاشتراكية عبدالحليم وصراع جاين قالوها في كلمتين قالوا مفيش انا في احنا يا صاحبي فيه حاجات كتيرة لدرجة ان سيد رايس كان عبدالحليم في لندن للعلاج وجيه حضر قطع رحلة علاجه وجيه مصر وغنى في حفل الثورة يا اهلا بالمعارك وكده هوت نزف وبعد كده وقف سيد رايس زاره في البيت وكده وقال له يا اخي انت مجنون تيجي وكده قالو يا سيد رايس مقدرش اتأخر عن بلدي وعن حضرتك وكده قالو تطلع العلاج على نفقة الدواء وقال لهم لا قالو لا انا والله الحمد لله كويس وان شاء الله اطلع قالو مش بقولك مجنون طب انا اخلي الملحق العسكري هناك يتطمن عليك وكده قالو كتر خيرك سيد رايس يعني عبدالحليم كان دايما عنده وطنه فنه وربنا بقى فوق سبحانه وتعالى يعني الحاجات دي كانت مسلمات عند عبدالحليم وعلشان كده تلاقي كل اغانيه عايشة الوطني كل في صدق كده مين كان الصديق الاقرب لعبدالحليم اللي معاه سره والله هو يعني كان عمه حليم كاتون جدا بس اقول لحارتك يعني فيه اصدقاء كتير ولكن سره كان دايما مع عمتي والدي والدي يعني عمتي والدي كانوا اقرب شوية اللي عمه حليم عم اسماعيل كان نسباله لأب وبنسبالهم لأب وكده وكان بيحبوا جدا حب كبير ولكن كان سره معاهم يعني لو دا من حاجة يحكي لهم ميفطفض وكده وكده انما اكتر من كده كان يعني ما يقولش يعني بصراحة هل سر عدم زواجه هو لوعته على حبيبته اه طبعا لانه كمان كان كان حب كبير جدا وراح منه فجأة بس في الاخر عايز اقول لحارتك ان عبد الحليم كان قالوله يعني كان ناوي انه يتجاوز برضه برضه قبل ما يتوفاه الله وكدهات حب وكان عايز يتجاوز وخلف وكل حاجة ولكن الاطباء قالوله بقى بص انت العلاج يعني في السيولوجين انت ممكن تتجاوز انما نفسيا لو انت حصل تنشنة كتير حاجات زي كده فممكن دوال مريء تخليك تنزف وكده فاحسن انه ما ينفعش بقى خلص عبد الحليم صديق الرؤساء صديق الملوك ودي حالة تقريبا ما تكررتش تاني بعد عبد الحليم يعني قد يكون هناك رئيس ملك زعيم سلطان امير يحب فلان ويقول والله ده فلان الفلاني مطربي المفضل اما ان تكون صداقة فما ظنش بعد كده حصلت لا فعلا هو عبد الحليم بس لانه مش عارق عنده قبول رهيب وبعدين عبد الحليم انا كان يعني مش بس دول حضرات ده انت عارف حالك انا كنت عند دكتور مثلا انت عبد الحليم فبقوله بيقولي المطربيين تقولي مين دولي يقولي يا زوري ودخلني بسرعة وبشعر فيه لاي عبد الحليم طالع مع محمد البواب وداخل مع ابراهيم التمرجي وقوله ما تعمل لي شاي خفيف كده اشربه على مالك وروحه جميلة عبد الحليم كان بتعمل بساطة وبتلقائية ومعندوش يعني ما بيستغلش انه المطرب والناس بتحبه انه يعني لا كان دايما فيه يعني مشاعر متبادلة وفيها جمال ورقي كان سفير لبلده يعني في وسط ما كانت العلاقات ساعت بتتأرجح كان هو سفير لبلده بالغنوته كان قوة نعمة زي ما بيقوله كده والناس كلها كان بتقبل منه الكلام ويعني شيء مختلف الملك الحسن يعمل له كرسي جنبه يقود له الفرقة الموسيقية الرئيس حبيب رقيب يستقبله في المطار ينزله في القصر بتاعه كل الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية يتبادلوا مثلا التلاغرافات عندي فيه تلاغراف رقيق من جالة ملك سلمان أياما كان أمير الرياض فيه علاقته بالسودان الشقيق بالعراق بالسوريا بالأردن ملك حسين يدي له صورة ليه هو في الطيارة بيقوده الطيارة بيغني في عيد ميلاد الملكة علياء تقريبا أو يعني هو كان دايما يعني تعامله راقي وبسفير لبلده هل هناك وده يمكن آخر حاجة أي عمل فني من اللي حاوله يجسده أو يظهره حياة عبد الحليم تعتقد أنه أظهر عبد الحليم فعلا؟ للأسف الشديد لا إحنا نفسنا في مسلسل وفيلم تاني ياخد عبد الحليم من أوله لآخره كده لأنه هيبقى قدوة قدوة لكل واحد في مجاله تغلب على كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى يطمى مرض أكثر روف اجتماعية كله بفضل الله فهيبقى مثل الناس ما تيقاس أبدا عكس كافح وقتعب في شجلك وجاهد وربنا هيوصلك يعني ولا الفيلم ولا المسلسل تعتقد طب كانوا قريبين بكم في المية؟ خمسة في المية؟ عشرة في المية؟ آه يعني في الفيلم شوية إنما المسلسل يسميه عبد الحميد حافظ دمك إنه ده حد تاني ده مش حليم اللي احنا نعرف آه والله وفيلم حليم تعتقد اقترب من عبد الحليم كم في المية؟ اقترب من عبد الحليم شوية هو الفناني احنا زالك كان عاشق لعبد الحليم آه وكان عايز يعمله قبل مرضه بكتير طبعا ولكن هو كان تعب جدا وكان عارف حليك مسل كان مشهد كانش يعني كان تعبينه حالة سيئة يعني الله رحمهم الله جميع الله يرحمهم جميع يعني عايز أشكورك جدا 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 شرفتنا ونورتنا حقيقي وزي ما يقوله كده إيه حاجة من راحة الحبايق لا خليك أنا بشكورك جدا أستاذ محمد شبانة ونورت وشرفت لا خليك وعبد الحليم فعلا يظل حيا موجودا في وسط كل الناس بكل هذه الحكايات وبكل هذا الفن وبهذا الحجم من الانتاج السينمائي والغنائي واللي زي ما كنا بنقول ما حصلش تقريبا في الدنيا غير عند عبد الحليم وألفز بريسلي فعلا سبحان الله يعني حتى فرانك سيناترا العظيم بخطة 80 عندما توفر صحيح الله يرحم الله يرحم كل شكر لحضرتك كل شكر لكم وإذا كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس المعادة ودر معملكم التاسعة استدونا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة